صوت أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة وحصل بايدن على 306 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب ووصف بايدن نتيجة تصويت المجمع بأنها انتصار للديمقراطية داعيا إلى طي صفحة الانتخابات والسعي نحو الوحدة والتضامن من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد هذه المناورة كانت لمحاولة إقناع المحكمة العليا بمحو أصوات أكثر من 20 مليون أمريكي في ولايات أخرى وتسليم الرئاسة المرشح خسر المجمع الانتخابي خسروا التصويت الشعبي وخسروا كل الولايات التي كانوا يحاولون قلب أصواتها إنه موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل موقف يعبر عن رفض احترام إرادة الشعب ورفض احترام دولة القانون ورفض احترام دستورنا أمريكيا أيضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استقالة وزير العدد وليم بارا وقال إن بار سيغادر منصبه قبل عياد الميلاد وأضاف ترمب في تغريدة على تويتر أنه جمعته بوليم بار علاقة جيدة جدا وأن بار قم بعمل رائع كما وأعلن ترمب في تغريدة منفصلة تكليف نائب وزير العدل جيف لوزون بمهام القائم بأعمال وزير العدل وقال وزير العدل الأمريكي وليم بار في خطاب استقالة قال إن البلاد تشهد حالة انقسام ومن واجب جميع الأجهزة الحكومية أن تقوم بكل ما بوسعها لضمان نازهة الانتخابات والتعزيز ثقة الناس في النتيجة معنا عبر الانترنت من واشنطن الصحفي عبد الرحمن يوسف كما ينضم إلينا أيضا عبر الانترنت من واشنطن دكتور محمد أشقاوي أستاذ تسوية النزاعات بجامعات جيرج ميسن ورحب بضيفي وأبدأ بك عبد الرحمن عبد الرحمن ما هي آخر التفاصيل المتعلقة بمسألة تصويت المجمع الانتخابي هذا يعني أنه لم تعد لدى دونالد ترامب أي فرصة في التشكيك في النتيجة أم أنه ما زالت لديه الفرص وما هي الأخبار المتعلقة بي أو الأنباء المتعلقة بي إقالة أو استقالة وليام بار يعني وفي حقاقة الأمر على مستوى المجمع الانتخابي كما تفضلت لم يكن هناك أي صوت مخالف جرت الأمور بشكل يسير جدا في جميع التوقيتات التي حددت لها ولذلك رأينا هذا الخطاب القوي الذي هو يعد نوع من أنواع التغيير في التون أو الصوت الخاص بجو بايدن جو بايدن استخدم استراتيجية الاحتواء احتواء غضب ترامب وقطع عليه فرصة تأجيج الوضع إما بين المتظاهرين أو بين الناس بشكل كبير وترك الأمر للمسألة الإدارية والعملية الديمقراطية بحيث تكون شاهدة على ترامب ولا يتحول الأمر إلى استجال شخصي وهو الأمر الذي يبرع بشكل قوي دونالد ترامب ومن ثم رأينا هذا الحديث القوي مسألة وليام بار هي متصاعدة منذ بضعة أيام وأنا أرى أنها ليست استقالة هي أكثر إقالة وهي إقالة لأن ترامب هو من النوع الذي يرغب في مسألة الانتقام ترامب يهاجم كل من يخالفه الرأي ولا يستمع في الأيام الأخيرة أو يرى أنه قد تقاعص ورأينا هذا بشكل كبير في أريزونا وبشكل كبير في جورجيا لأنه بشكل رئيس يريد أنهم كما نقل عنه لمصادر لعدة صحف أمريكية أنه يريد أن يدفعوا الثمن من رأى فيهم ترامب أنهم لم يساعدوا بشكل قوي والأمر الآخر فيما أسألت وليام بار هي مسألة هانتر بايدن هو أيضا في أحديث له وفي أحديث الأخير له مع فوكس نيوز أشار إلى مسألة هانتر بايدن فالمسألة ليست فقط متعلقة بالانتخابات ويرى أنه كان هناك نوع من أنواع الإخفاء المقصود لقضية هانتر بايدن نجل جو بايدن فيما تعلق بالمسألة الأوكرانية وأنه كان هناك تم التواطئ إعلامي وقانوني لإخراج هذه القضية على السطح وقت الانتخابات وقبل الانتخابات الأمر الذي يعني أنه قد ضاعت فرصة رئيسية في النيل من جو بايدن أو شعبيته عن طريق هانتر بايدن ولسيما أن اسمه مرتبط بالقضية الأوكرانية التي كان قد تعرض دونالد ترامب لفكرة المحاكمة في مجلس النواب وفي الكونجرس بسببها ومن ثم هو رأى أن وليام بار قد تقعس على رغم أنه كان حليفا قويا له لكنه قد تقعس في مسألة التزوير وضمنيا أيضا في مسألة هانتر بايدن ومن ثم أنا أسميها إقالة أكثر منها استقالة وأنها قد دفع إلى الاستقالة وهذا أمر تحصيل حاصل لأنه بعد ما يقرب من شهر وخمسة أيام سيكون هناك فريق عمل جديد جدا لكن هذه هي فكرة الرغبة في الانتقام ومحاولة التأثير على مستقبل هؤلاء عند القاعدة الشعبية التي يملكها دونالد ترامب والتي تصل إلى 70 مليون أو أزيد من المواطنين ومن ثم لذلك رأينا هذا الصوت المنخفض لوليام بار لأنه لا يريد أن يدخل في معركة أيضا شخصية ربما ستكون خسيرة أمام دونالد ترامب في السؤال الرئيسي أو الأخير المتعلق بفرص ترامب لا يوجد فرص هو خسر جميع الدعواء الرئيسية الجد وأيضا الذهاب إلى المحكمة العنية رأينا أنه كانت خسره في الجمعة الماضية قبل المظاهرات أنصاره هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم لا يوجد مصار قانوني يستطيع أن يستند إليه دونالد ترامب حتى الآن لا نرى أي نوع من أنواع الأدلة التي يمتلكها حتى نستطيع أن نقول أنه تم التغير الدراماتيكي سيحدث قبل السادس من يناير وضحت الفكرة صحفية عبد الرحمن يوسف شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة عبر الإنترنت من واشنطن لك جزيلا شكر أذهب إليك دكتور محمد أشرقوي دكتور محمد إذن بايدن يهاجم دونالد ترامب للمرة الأولى منذ البدء فعلا نتائج الانتخابات والحديث عن فوز بايدن بهذه الطريقة التي وصفت بأنها طريقة عنيفة متهما هي بعدم احترام إرادة الشعب ولا سيادة القانون ولا الدستور كيف يمكن أن نفهم هذا الهجوم ترامب حتى رغم كل هذه الدعاوة فهو لم يخالف القانون في أي من الإجراءات القانونية في أكثر من ظهور أمام الكاميرات خلال الأسبوع الخمسة الماضية حاول الرئيس المنتخب بايدن عدم التعليق أو حتى في بعض خطبه تفادى ذكر اسم الرئيس ترامب لكن خطاب الليلة كان هو الأكثر براغماتية والأكثر تحديدا للمشكلة التي عايشها الأمريكيون عقب الانتخابات وهي أن الرئيس ترامب لم يتسم لا بالعفة أو الشهامة السياسية المفترضة في مثل هذه المرحلة خاصة وأنه خسر بفارق كبير سواء في أصوات المجمع الانتخابي أو في أصوات التصويت الشعبي تزامل خطاب بايدن بالأمس مع أيضا قناعة الأمريكيين بأن الأرقام لم تتغير لم تحدث أي مفاجآت 306 له و232 لترامب أيضا تعزز مرة أخرى تصويت المجلس الانتخابي بما حدث يوم الخميس الماضي جميع الولايات الخمسين أكدت أيضا نفس النتيجة فيبدو أن الرئيس المنتخب حاول أن يكون من متبعي اللياقة السياسية لا يتحدث ولا يرد على غرمه الجمهوري إلا بعد أن تتضح الصورة بالكامل وبعد استكمال كل الإجراءات على المستوى الدستوري والمستوى القانوني والآن يمكن لبايدن أن يعتد بأنه الرئيس المقبل القادم إلى البيت الأبيض دون نزاع ودون تشكيك فيما ترامل مرحلة الانتواء على ذاته نعم دكتور محمد اسمح لي بالمقطعة في هذه النقطة هذه المرة الحديث عن الانتقال السلس للسلطة لا يبدو أنه يمكن ذكره بهذه الطريقة فترامب حتى هذه اللحظة لما يعلن إن كان سيذهب إلى عملية تنصيب الرئيس السادس والأربعين جو بايدن منصبه الرئاسي أم لا ولا يبدو وفقا للتسريبات التي خرجت بأنه سيذهب هذا أولا ثانيا القرارات والإجراءات التي يتخذها ترامب منذ إعلان فوز جو بايدن بشكل غير رسمي وحتى تصوية المجمع الانتخابي ما بين إقالات وإعفاءات وما بين توقيع عقوبات على دول منها تركيا مثلا يعني ما يبدو أن ترامب فقط لن يساعد على انتقال سلمي للسلطة أو عفوا سلس للسلطة ولكنه سيضع كل العثارات في السنة الأولى لرئاسة جو بايدن كيف ترى ذلك؟ أولا يمكن استخدام كل المفردات فيما يتعلق بمفاهيم انتقال السلطة إلا كلمة سلس أو مارن أو حسب الأعراف هذه هي الحالة الاستثنائية التي يضفيها ترامب لأول مرة في التاريخ وبشكل واضح ومباشر لماذا؟ لأن ترامب ينطلق الآن وهو مضطر لمغادرة البيت الأبيض بقناعتين يستثمرهما في أكثر من اتجاه القناعة الأولى أنه لم يخسر الانتخابات حقيقة فقط الديمقراطيون سارقوا منه نتائج الانتخابات هو عنده هذه المظلومية وربما ستتحول إلى بكائية للأعوام المقبلة وقد يرحل عن هذه الأرض وهو يعيد نفس هذه البكائية الغاية التانية هو يريد أن يحتفظ بتأييد 74 مليون من الناخبين الذين صوتوا له بأن يكون هو بمثابة رئيس حكومة الظل هناك رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض وهناك زعيم حركة جمهورية أو حركة يمينية منتعشة سوف يقوم ببعض التجمعات على طريقة الحملات الانتخابية سوف يفتح ستوديو ويتحول إلى نجم إعلامي سوف يدفع أو يكون هو عراب أعضاء الكونغرس الجمهوريين في انتخابات عام 2022 بمعنى آخر يريد أن يظل فاعلا سياسيا بما يوازي الرئيس بايدل وأيضا القناعة التالية التي تزيد في هذا الزخم هو يعتقد أنه لا يزال رئيسا لكل زمان ومكان يريد أن يعيد ترشيحه هل شهدت السياسة الأمريكية مثل هذه الحالة سابقا رئيس الظل الذي تتحدث عن زعيم الجمهوريين أو زعيم ما يمكن الحديث عنه كما كنت تتحدث قبل قليل زعيم اليمينيين وما إلى ذلك أم أن ذلك جديد ومرتبط بدونالد ترامب وحده؟ هذه دراما سياسية لأول مرة يشهدها الأمريكيون بمعنى أن ترامب الآن يخرج عن كل الأعراف وكل التقاليد الرئاسية يرفض الإقرار بالهزيمة يرفض الانسحاب في هدوء يلوح بأنه لن يحضر الحفل التنصيب بايدن ربما سيقوم في نفس اليوم بتجمع على الطريقة الانتخابية سوف يواصل هذه الحماسة الجياشة وإطارة مشاعر مؤيدية يعيش على هذا الصخب والضجيج وأصوات الهتفات هو حيوان سياسي لا يستطيع أن يتنفس إلا ضمن هذه الفضاءات فيها شعبوية وفيها جمهارة وفيها هتفات اليمين واستعادة عظمة أمريكا وأيضا كما لاحظنا يوم الأربعاء الماضي قام حفلا لليهود الأمريكيين بمناسبة هناك وكانوا يرددون أربع سنوات أخرى للرئيس ترامب في البيت الأبيض هو أيضا يعي أنه يريد أن يستغل كل خطوة باتجاه المستقبل على أن يبقى هو الشخصية الكاريزماتية يجمع التبرعات يحفظ الجماهير وهو من يقود مسيرة الحزب الجمهوري لكن أعتقد أننا ربما بعد شهرين أو ثلاثة سيكتشف ترامب أنه ليس بدك الثقل السياسي أو بتلك الأهمية التي يتخيلها ربما سوف يضطر مرحليا وتدريجيا إلى تقليل ظهوره وحتى لاحظناه أول مؤشر الآن أغلب الإعلام الأمريكي لأن القنوات التلفزيونية لم تعد تهتم بتصريحاته ولا بمواقفي ولا حتى بتغريداتي على خلاف مكان هو من يتحكم في الدورة الإخبارية على مدار الساعة الأربع والعشرين وضحت الفكرة دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية أنزاعات بجامعة جورج ميسن شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة عبر الإنتجينات من واشنطن لك جزيلا شكر مشاهدين المسائية مستمرة وبعد قليل باقي فقرتنا وفيها وزير الصحة البريطانية يكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا لديه القدرة على الانتشار بشكل أسرع مشيرا إلى أن هذه الطفرة قد تكون سببا في تفشي الوباء جنوبي البلاد في الأيام القليلة الماضية اكتشفنا وجود نوع جديد من فيروس كورونا ربما تكون له علاقة بالانتشار السريع للوباء في جنوب شرق إنجلترا